اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة حلقتنا النهاردة من اللاليجة الدوري الاسباني ختافي وريال مادريد ريال مادريد بيأكد انه هو في ظل الغيابات الكبيرة اللي عنده والاصابات اللي وصلت لأكتر من عشر اصابات منهم راموس وازارد على سبيل المثال بيقدر يحقق الفوز على فريق كان واحد من اقوى الفرق المتواجدة في الدوري الاسباني الموسم اللي فات وهو ختافي لكن الموسم دوت متراجع بشكل رهيب وصل انه هو يبقى متواجد في المركز الثلاثتاشر ريال مادريد بعد الفوز بيوصل للنقطة ستة واربعين بفارق خمس نقطة عن قتلتكو مادريد المتصدر اخوى خط هجوم في البطولة بواحد وخمسين نقطة ولكنه عنده مباراتين مؤجلتين اللي حصل النهاردة وازاي فكر زيدان قدر يجاري ختافي وقدر انه هو يستغل الهفوات المتواجدة عند ختافي من خلال تغييره واحدة في بداية الشوت التاني زكاء زيدان كان حاضر النهاردة وهو اللي خلص المباراة لكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة اتمنى انكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى فما تبقلوش علينا لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تكتبونا رأيكم في الكومنتات ريال مادريد النهاردة بشكل مختلف بطريقة مختلفة في الظل الغيابات اضطر زيدان ان هو يلعب تلاتة اربعة تلاتة كورتواء اللي كان قاعد يعيني تحت القائمين والعرضة متالج وعايز دفاية بسبب ان مفيش ولا كورة جات عليه باستثناء ازدواجية في الشوت التاني وكورة خرجها من دي بطريقة كده صعبة كانت ممكن تتقطع منه في السكس ياردة وتتسبف بهدف لكن مفيش اي تصويبة اي عرضية اي كورنر مفيش اي حاجة على مرمى كورتواء باستثناء ضربة مرمى وحيدة طول التسعين ديه سلسف خط الدفاع كان متواجد ناتشو عاد مرة تانية لدفاع ران مدريد في ظل غياب راموس وفران صاحب هدفي الفوز في اللقاء الاخير وعلى شمال الملعب كان متواجد كقلب دفاع تالت من دي اللي احرز الهدف التاني رباعي في نص الملعب كان متواجد مرسله على ناحية الشمال واحد من نجوم اللقاء النهاردة بتحركاته وتمركزاته في خلال التسعين ديه اذا كان في نص الملعب او حتى على يسار الملعب في كل حتة كان متواجد مرسله وطالما تواجد مرسله في حتة او في مركز معين اعرف ان الكورة رحاله واعرف ان فيه خطورة جاية على مرمى ختافي على بناحية المين كان متواجد لاعب شاب كويس جدا جايد جدا اسمه مارفين ومارفين عنده عشرين سنة اللعب اسباني فاز بدور ابطال الوربا مع ريا المدريد للشباب اللعب دوت بيجيد جدا في حالة الهجمة العكسية او الهجمات المرتدة لختافي ان هو يرتد بسرعة جدا عشان يغطي في الناحية اللي مين ويتحول خط ظهر ريا المدريد الى رباعي واوقات كتير بخماسي بارتداد مارسله الراجل مش بس كده بيرتد دفعيا وبيقوم بمهام الظاهير الايمن لكن في حالة استحوال زراء المدريد على الكورة بيتحول ان هو يبقى وسط ملعب على الناحية اللي مين والناحية اللي مين تحسها فاضية واخدها باسمه لكن ما كانش فيه حد بيبصيله طول الـ 45 دية الاولى بالرغم من المساحات والفراغات اللي كانت متواجدة على ناحيته لغاية مزيدان طيقا ان هو مش حقدر يحدث الفارق في الشوت التاني وبالتالي سحبه ونزل ارباس التغييرة اللي غيرت من شكل اللقاء وحنيجي نتكلم فيها اثنين في نص الملعب مودريدش وكاسيميرو اللي كان ادوارهم هجومية اكتر وكان مارسلو في حالة زيادة مودريدش وكاسيميرو في الهجمات العكسية على مرمى ختافي كان بينزل مودريدش هو اللي يأمن تحت منهم في اوقات كتيرة لما كان بيزيد عدد لعب ريال مدريد في الناحية الشمال لان الناحية الشمال بتاعت ريال مدريد في اول 45 ديئة اولى كانت ميدة رحمن كانت قعدة عرب مش ناحية شمال خالص كان مودريدش بيزيد فيها مندي بيطلع مارسلو بيروح بنزيمة بيخرج من ممطقة الصندوق عشان يروح يجامل هناك وتحس ان هي كانت ميدة رحمن مش ناحية شمال ودوة اللي أثر كتير على ريال مدريد وهجمات ريال مدريد من ناحية ديئة في الشرط الاول رغم ان الاستحواس كله كان عند ريال مدريد لكن في منطقة واحدة بدون توزيع للهجمات على السلاسة في الخط الامامي على الناحية اللي مين كان متواجد أسينسو على الشمال فينيسيو الجونيور اللي كان مختفي في ظل الزحمة المتواجدة في الناحية الشمال طول الشرط الاول ومهاجم صريح وهو بنزيمة اللي كان بيخرج كتير على الناحية التانية ختافي الحقيقة كان بيلعب جيم دفاعي لكن مش الدفاعي اللي هو صرف لان ريال مدريد لو كان مركز في الاول 45 ديئة الاولى كان قدر يروح كان قدر يستكشف أكتر الصغرات المتواجدة في دفاعات ختافي من خلال ان ريال مدريد مركز كل اللعبه وتركيزه كان على ناحية الشمال بالرغم من ان عمق دفاعات ختافي كانت فاضية اي لاعب كان بيروح من منطقة نص الملعب من ريال مدريد كان يقدر يهدد من خلال تمريرة سريعة ما بين مرسله من ناحية الشمال لقدمونا من الخلف لوكا مدرش مع نهاية الشوت الاول قدر ان هو يسدد تسديدة صاروخية لكن حارس مرمى ختافي سوريا خرجها لركنية وهنا يوضح لك قد ايه ان ريال مدريد مكنش في المباراة او بسبب الغيابات الكبيرة والكتيرة اللي عمده ما قدرش يستغل الناحية دي وفي نفس الوقت على الناحية اللي مين لو جيت تبص على الهاي لايت بتاعت اللقاء هتلاقي ان مارفن بيروح لكن مفيش حد موصل له الكورة لان كل اللعب على الناحية الشمال الشوت الاول امتهى 0-0 قرر زيدان في الشوت التاني ان هو يدخل ويغير مراكز اللعيبة يا عمي بنزيمة بدل ما تطلع وتسحب نفسك على شمال ملعبنا جنب مارسلو جنب ميندي جنب فينيسيوس ومدريدش ونعمل فرح العمدة لا انت تتحرق على الناحية العكسية لان الخطورة الحقيقية في الشوت الاول ما كانتش عن طريق الناحية ديت ولكن كانت عن طريق الضربات السابتة اللي كان عايح رز منها في اول خمس ده مرة بنزيمة برأسية جات في العرضة ومرة عن طريق كاسيميرو علية عن القائمين والعرضة ففي الشوت التاني تحرك بنزيمة وتحرر ان هو يتحرك على الناحية اللي مين وبالفعل تمريرة من عمق الملعب وهنا فكر زيدان وازاي زيدان قدر يستكشف الصغرات من خلال تواجد السينسيو ينزله من فكرة ان هو يبقى جناح يبقى صانع لعب شوية في عمق الملعب مرة تمريرة سحرية لبنزيمة في الديها 49 لكن بنزيمة بيشوتها وبيتصدى ليها سوريا زيدان قال خلاص مفيش فايدة ان الراجل بتاعنا اللي اسمه مارفن دوت يتحول ويتحرك او حد يحرره بالتمريرات فانا هسحبه في الدقيقة 58 تقريبا او 55 وحنزل مكان منه اريباس اريباس شاب اسباني برضك من ناشئ الريال مدريد والدكة النهاردة بتاعت ريال مدريد كلها تحسها مش دكة ريال مدريد ولكن مدرسة اعدادية لكن الراجل بينزل بيغير من شكل اللقاء ومن شكل اللعيبة في ارض الملعب ففينيسيوس جاء من ناحية الشمال اللي عليها فرح العمدة تحرر تحرق على ناحية الملعب بدأ مرسله يزيد بدأ مدريدش يثبت ويدخل اقتل لعمق الملعب بدأ الريباس يتواجد في عمق الملعب بدأ اسينسو يتواجد في عمق الملعب وبالتالي حرر مط الملعب فينيسيوس علمين مرسله على الشمال وبدأنا نشوفه عرضيات فينيسيوس مع اول عرضية صحيحة في خلال اللقاء بيطلع بنزيمة بيحرزها الهدف الاول في الديئة ستين اول عرضية في اللقاء كانت في الشوت الاول من خلال مارفن لكن كانت اقوى من لازم في الديئة عشرين في الشوت التاني اول عرضية على مرمى ختافي في الديئة ستين وهنا بيعكس لك اللي عمله زدان والتغييرة اللي غيرت من شكل اللقاء وحنجلها بعد كده بعدها بخمس دقائق على طول مارسله بيروح بعد تمريرة من مندي من نص الملعب بييرجي بيطلع بيباص لمرسله مارسله بيباصيها لأرباس اللي نازل ومندي بيباصيها لأرباس وأرباس بيباصيها لمرسله والتنين لعيبة مندي وأرباس بيباصوا بيتحركوا بدون كورة داخل الصندوق عشان يعملوا الزيادة العددية وفعلا مارسله بيرفع عرضية بسهولة جدا في غياب الرقابة بسبب أنه هو هرب والتنين لعيبة سحبوا معهم كام لعيب من ختافي فبقت المساحات متواجدة عنده الوقت عنده الحرية أنه هو يرفع الأوفر وبيرفع أوفر أرضي برازيلي بيعد من أرباس لكن ما يعديش من مندي ومندي بيجيب جون فينيسيس بيصنع بنزيمة بيحرز مارسله بيرجع بيصنع ومندي بيحرز فريال مدريد النهاردة لكن المشكلة الأكبر كانت بعد خروج أسينسيو ونزول إسكو اللي نزل ودى الاستحواز لختافي تحس أن ختافي سرق الاستحواز في الوقت دوت بعدها على طول بعشر دقيقة تقريبا بيخرج مارسله وبينزل مكان منه واحد شاب من شباب مدرسة ريال مدريد اسمه شيست ولكن شفنا لقطة زيدان متعصب بسبب أن مارسله اتصاب دخل مستشفى ريال مدريد جنب فاسكيس وراموس وهزارد وأخيرا مارسله مش عارفين حيرجع عندها لكن التغييرة اللي غيرت من مجرر اللقاء هي أريباس اللي عمله أريباس غير من شكل اللقاء ونتيجة اللقاء ثلاث حاجات عملها زيدان بتغييرة أريباس أول حاجة فض فرح العمدة وغيت الغفير ومائدة الرحمن المتواجدة في الناحية الشمال من خلال تحريك فينيسيوس جونيور على الناحية اللي مين وبالتالي لقى أريحية فض ناحية الشمال لمارسله فلاقى راحة وفي نفس الوقت ركز عملياته مط الملعب بفينيسيوس مارسله وفض منطقة عمق الملعب لواحد زي أسينسيو واحد زي أريباس واللعيبة القادمون من الخلف زي مودريتش أو كاسيميرو فبالتالي لقى اللعيبة ختافة نفسهم تايهين مش عارفين يمسكوا مين ولا مين بقى فريق ريال مدريد عامل زي الجيلي عامل زي نديل البحرة عامل زي مثلا الأسفنج تمسكوا من حتة حيمت من حتة تانية زي المطاط وده وقت اللي حصل جونين ريال مدريد من عن ناحية اللي مين عرضية من عن ناحية الشمال عرضية من خلال تمريرات من عمق الملعب ريال مدريد بيرجع مرة تانية برغم الغيابات والإصابات والهجوم الكبير من السوشيال ميديا على زين الدين زيدان والأخبار اللي بتقول ان زيدان مش هيكمل بيرجع وبيفوز وبيقتنس المركز التاني وورا قتلتكم مدريد المتصدر بفرق خمس نقط ونفس سيناريو الموسم اللي فات ناس كتير كانت بتهاجم قبل التوقف بسبب كورونا زيدان وزيدان خلاص حيمشي وران مدريد مش هياخد الدوري بيرجع في آخر 13 و14 جولة يكسب كل مبارياته ويحصد لقب اللليجة دوت كان رأيي اتمنى شوف قراءكم في الكومنتات لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب بالقناة وسلام